ملف الانهيار الامني في العراق يعود الى الواجهة من جديد هجمات متفرقة على مطاعم ومراكز امريكية ومعاهد تعليمية بريطانية تضع حكومة السودان امام تحدي جديد يفند مزاعمها بتحقيق انجازات على الصعود الامنية والخدمية والاقتصادية سلسلة الهجمات التي لم تخلف خسائر بشرية جاءت عقب تهديدات اطلقتها جهات توعدت باستهداف المؤسسات التي تصنفها داعمة للاحتلال الاسرائيلي التطور الامني يظهر جليا كما يرى خبراء سياسيون مدى فشل حكومة السودان بفرض الامن او مجابهة الميليشيات المسؤولة عن هذه الهجمات بحسب تقارير غربية كما يثبت ان خطة حصر السلاح بيد الدولة التي تضمنت عرضا لشراء الاسلحة المتوسطة والثقيلة لم تأتي بنتائج حقيقية على الارض ومع استمرار تصرف الميليشيات وكأنها دولة داخل الدولة تطالب الولايات المتحدة وعلى لسان سفيرتها في بغداد إلينا رومانوسكي تطالب حكومة السودان بمساءلة المسؤولين عن الهجمات محذرة من تداعياتها على اقتصاد العراق هذه المطالبات الامريكية تقابلها تصريحات صادرة من ائتلاف المالكي تؤكد عجز الحكومة عن حماية جميع الشركات الامريكية في بغداد محذرة من ان الهجمات الاخيرة تهدف الى طرد الاستثمارات من العراق اما الاجراءات المتخذة من قبل السودان فتمثلت باعادة نشر حواجز امنية في بغداد وتفتيش المرة ما ادى الى حالة من الاختناق المروري والانزعاج بين المواطنين في خطوة تفند دعايته المتعلقة بتحسين الواقع الامني وفتح الطرق المغلقة ورفع الحواجز الامنية وبدلا من البحث عن المتورطين الحقيقيين ومكافحة السلاح المنفلت تمارس السلطات الحكومية في خطوة يائسة بحسب خبراء السياسيين التضيق على المواطنين بعد كل خرق امني من اجل التغطية على فشلها الامني